أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائن يقول ما هو الرد على من يقول إن أنواع التوحيد الثلاثة لم يرد بها نص صريح هذا ما يعرف النص أصلي ما يعرف النص عشان يقول ما ورد أول الفاتحة يا أخي فيه الأنواع الثلاثة أول الفاتحة ما هو بيدر الفاتحة سورة الناس آخر آخر سورة من القرآن فيها أنواع التوحيد الثلاثة ما يقرأ سورة الناس الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه أنواع التوحيد الثلاثة رب العالمين هذا توحيد الربوبية هذا توحيد الربوبية إياك نعبد هذا توحيد الولوهية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا توحيد الأسماء والصفات آخر سورة من القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس رب الناس هذا توحيد الربوبية ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات إله الناس توحيد الألوهية الآيات التي تحدثت عن أفعال الله جل وعلا هذه توحيد الربوبية الآيات التي تحدثت عن أفعال الله هذه في توحيد الربوبي الآيات التي تحدثت عن العبادة هذه في توحيد الولوهية الآيات التي تحدثت عن الأسمى والصفات هذه في توحيد الأسمى والصفات فأين هل يقول أنه ما فيه دليل هو يعرف الدليل علشان يتكلم نعم لكنه ينعق بما لا يعقل يسمع ليقولون يكفي توحيد الربوبية فيه جماعة كثيرون يقولون يكفي توحيد الربوبية ولا يعترفون بتوحيد الولوهية ولا بتوحيد الأسمى والصفات فهو ينعق بقولهم درى أو لم يدري نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر